تعد السلامة العامة في كافة المجالات هدفاً سامياً يعمل دفاع المدني على تحقيقه وواجباً أمنياً ينهض به في كافة الظروف ولعل الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني مناسبة جيدة لإبراز أدوار ومهام الدفاع المدني فيما يتعلق بحماية الأرواح والممتلكات يمثل الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني والذي يوافق الأول من مارس من كل عام حلقة إضافية في جهود التوعية والتواصل مع كافة فئات المجتمع وقد حددت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني هذا العام شعار إطفائي في كل منزل ليكون نقطة انطلاق في الأنشطة والبرامج التوعوية على مستوى العالم استطعنا والله الحمد أن نحقق زمن قياسي في سنوي لتقطية البلاغات وهو معدل سبع دقائق لكل بلاغ تم تقطية ما معدله 1850 بلاغ خلال ربع الأول من 2020 وهي الشيء يعتبر إنجاز بالنسبة للإدارة واستطعنا أن نسيطر على هذه البلاغات بالشكل الاحترافي المطلوب طبعا تعنى الإدارة بالقيام بجميع الإجراءات اللي من خلالها تقدر أنها تساعد بشكل كبير في حماية الأرواح الممتلكات والحفاظ على مقدرات مملكتنا الحبيبة يحمل شعار هذا العام العديد من الرسائل فالشراكة المجتمعية لها دور مهم في نشر مضامين السلامة العامة ومن بينها النصائح التي تهدف للوقاية من المخاطر والحد منها في المنزل طبعا يهدف هذا الشعار أن يكون هناك شخص مسؤول بالتعامل مع الحوادث والحرائق داخل المنزل ليساهم في حماية الأرواح والممتلكات تفعيلا لهذا الشعار تم التنسيق مع مختلف المحافظات في مملكة البحرين على عمل برامج توعوية لربات المنازل وأيضا تكثيف الحملات التوعوية وأيضا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تم عمل محاضرات توعوية مراكز الدفاع المدني تستقبل الجمعيات الأهلية والمؤسسات لنشر الوعي فيها الخصوص طبعا نصائح لنحب لنوجهها للأفراد داخل المنزل على ظورة وجود طفاية الحريق ومعرفتهم التامة على كيفية استخدامها وأيضا معرفتهم التامة في عمليات الإخلاء وأخيرا أيضا أن يكون ملمين بعمل الأسعافات الأولية في حال حاجة لها لا سمح الله من الضروري كرب أسرة أني أعرف أتعامل مع الحوادث البسيطة في المنزل ومعرفة أنواع الطفايات وكيفية التعامل مع هذه الطفايات وأيضا متابعة توصيلات الكهرباء بشكل دوري وتسريب الغاز اللي ممكن من خلاله يسبب حوادث وحريق في المنازل وهذا بالتالي يساهم بالحفاظ على أرواحنا في المنزل يوم الدفاع المدني ما هو إلا تقدير وتكريم لهذه الجود والتضحيات ودوري كأم أني أوعي أولادي وأفهمهم بمخاطر الحريق ومسبباتها وحاول أحذرهم من مخاطرها وأن يبتعدون عن الأشياء للسبب هذه الحريق والحوادث وأنصح كل رب أسرة أن يوفرون طفايات الحريق عدة الإسعافات الأولية في المنزل لو حدث حريق لا سمح الله تبقى السلامة العامة مسؤولية مشتركة لأنها في صالح الفرد والمجتمع ومعها تبقى الآمال والتطلعات في مجتمع آمن وسليم مع خالص تمنياتنا بالسلامة للجميع ترجمة نانسي قنقر